هاي الصراسر هاي بأكلني بشربني بملابسني آلاف الشكاوى عن رداءة الطعام المقدم للمعتقلين وعدم كفايته وتلاعب مفضوح بعقود الشركات المسؤولة عن هذا الملف فساد أقرت به الجهات الحكومية المعنية ولكن بدلا من محاسبة تلك الشركات تم تجديد عقدها فتخرج وزارة العدل معتبرة أن التجديد إنجاز مالي وفر للدولة 100 مليار دينار تؤكد وزارة العدل أن مراجعة ملف طعام المعتقلين كشف عن عمليات تلاعب بعدد الوجبات وحجمها وتقديم طعام سيء وغير صالح للاستخدام البشري كل ذلك تم تجاوزه وجدد العقد مع شركات نفسها ومرد ذلك كما تكشف مصادر مطالعة إلى أن هذه الشركات تتبع لجهات متنفذة مرتبطة بالأحزاب الماسكة بجميع المشاريع الاستثمارية وزارة العدل قالت أن الشركات المتعاقدة توفر الطعام لأكثر من 85 ألف معتقل وهذا العدد يحيل إلى قضية أخرى ويكشف عن أزمة الاكتظاث في السجون الحكومية التي تحوي ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية باعتراف وزارة العدل وسبق لمفوضية حقوق الإنسان أن كشفت عن تلقيها 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا تتعلق برداءة الطعام وقلته وهو ما تسبب بانتشار الأمراض لتزدهر مقابل ذلك حوانيت تعود مرجئيتها لنفس الأحزاب يلجأ إليها المعتقلون لشراء أطعمتهم منها وبأسعار توصف بالخيالية كأحد أوجه الابتزاز ضمن قانون ادفع لتأكل أو متجوعا مرصد أفاد الحقوقي سبق وأن اتهم شركات تقديم الطعام للسجناء بأنها لا توفر أكثر من 10% من مفرادات الطعام الأمر الذي تسبب بانتشار سوء التغذية بين المعتقلين حتى رصدت أوزان عدد منهم بنحو 40 كيلوغرام فقط السجون الحكومية لم تعد تقتصر على أنها مسالخ بشرية كما تصفها منظمات حقوقية وإنما أصبحت كذلك مراكز استثمار مالي للأحزاب الحاكمة اشتركوا في القناة